إنه يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويحط الخطايا تستجلب به النعم وتستدفع به النقم ذكر الله أكبر من كل شيء كما قال الله ولا ذكر الله أكبر وأهله هم السابقون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون إن فردوا بذكر الله إن فردوا عن أقرانهم بذكر الله وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هذا الذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له إن شرائع الإسلام كثرت علي قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة ومن واضب على الأذكار المأثور صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فتشمله الآية وتنطبق عليه كما قال العلماء يعني يكفي أهل الذكر فضلا أن الله يذكرهم فاذكروني أذكركم وقال في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا الذكر مشروع في كل وقت وحين بلا حد ولا حصر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم سفرا حضرا ليلا نهارا برا بحرا في غنى في الفقر في الصحة في المرض في السر في العلانية على كل حال وإذا واطأ القلب اللسان فهذا هو المطلوب في الذكر الذي يحيى به القلب ويؤجر الإنسان عليه عندما يتلفظ به أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله طيب الذكر علاقة بالصيام وثيقة أولا عند الإفطار جاء في الحديث الذي روى أبو داود ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله طبعا بعد ما يذهب الضمأ يعني بعد ما يشرب في الحر مثلا وتبتل العروق يقوله ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله طبعا تفاؤلا بثبت الأجر لأننا لا نجزم طيب حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لم يثبت من الأذكار أيضا متعلقة بالصيام يعني أنه كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة مثلا من أدعي متعلقة برمضان أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني من الأذكار مثلا عند السحور لما نتسحر في وقت السحر قبل الفجر قال تعالى وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ يَسْتَغْفِرُونَ لقيامه وأن يجزينا الجنة